السلام عليكم هذا تعريف في برنامجين وانا عجبوني وان شاء الله راح يعجبونكم البرنامج الاول اللي هو نيوز فاير والبرنامج الثاني اللي هو يونو راح وريكم كل برنامج شنو طريقة عمله وراح احط لكم مواقعهم والروابط للتحميل البرنامجين اثنين هم مجانيين هذا برنامج اللي هو يونو وهذا موقعه وفيه اللي هو اضافه حق الفايرفوكس وفيه اللي هو تنزل اللي هو اليونو بستوب للماك وايضا متوفر للبرنامج هذا حق اصحاب اللي هو الويندوز وهذا موقع اللي هو نيوز فاير وهو فقط حق الماك وايضا مجاني وممتاز جدا خلنا نبدأ وياكم اللي هو نيوز فاير راح اروح اقلوه جوجل مثلا وكتب مدونة وادخل مثلا على سبيل المثال مدونة الاخرى شيت عجبني الموقع وحبتني اضيفه عندي اللي هو في قارئ الار اس اس بدال ما ادخل اللي هو جوجل ريدر وضيفه عندي هناك اخذ اللينك ما لنس متعودين عليه اللي هو الار اس اس واذهب بعدين حق اللي هو برنامج اللي هو نيوز فاير خلنا نزل او الشيء واذهب حق برنامج نيوز فاير اضغط بس مجرد على علامة الزائد بشكل تلقائي راح وينسخ الرابط وينسخته وحط لي الاسم المدونة او انك تعدل الاسم تحط الاسم تبينت وتقول لها اد راح اضيفه من ضمن المواقع اللي انا ضيفه عندي وراح يجلب له التغذية او اللي هو المواضيع الموجودة في الموقع وتقرأه قدامك مثل الشكل هذا مواقع كثيرة انا ضيفه عندي تقدر اضيفه انك مواقع اخرى بهذا الشكل يظهر عنديك الصور مع الكلام بالكامل تيدوز مثلا تقرأ المواضيع عندهم وتشوف البرامل المواضيع بهذا الشكل تب تقرأ الموضوع عن ضغي موقع نفسه بس اضطر على الرابط الموقع راح يوديك بشكل مباشر الى الموقع تماما مثل ما تشوف قدامك نفس اللي هو جوجل ريدر ولكنه برنامج الاضافة الثاني اول لهم البرنامج الثاني اللي هو برنامج يونو وهذا قلت لكم رابط موقعه عفوا موقعه الحلو في انه تضيف حساباتك اللي هو في المواقع المشهورة مثل تويتر فيسبوك ماي سبيس و ايضا حساباتك في المسنجر و جوجل ميل و ياهو مسنجر و هذي حاليا المواقع اللي يدعمها البرنامج انا حاليا فعلت اللي هو الفيسبوك و تويتر و المسنجر عشان اوريكم شون طريقة تعمل البرنامج بعد ما تضيفهم تضغط فنش يظهر عندك اللي هو الصفحة او القائمة الرئيسية اللي تضيف فيها اللي هو الابديت مالك مثل انت بتضيف شغلة حق اللي هو التويتر تتعلم على تويتر و تحط له كلام انت تكتبه بمجرد ضغط انتر راح يروح الحسابك في تويتر و ايضا اذا بتروحك فيسبوك تضغط على فيسبوك تختار اضافة اللي هو الابديت خاص فيك و المسنجر راح اوريكم مشانطريقتها تقدر عن طريق اللي هو نفس القائمة THAT او عن طريق اللي هو طريقة ثانية اللي هو عن طريق القوائم في هني عندك علامة في عندك هنا علامة الى فوق اللي بالقوائم تضغط عليها يفتح لك القوائم كاملة وتقسمهم بكل خدمة في قائمة هذي قائمة اللي هو تويتر غيري وعدي هنا الفيسبوك وهندي هو المسنجر أيضا توج المسنجر لkant leframesوو워요 في الحسابات الأخرى تقدر تحطهم في قائمة ثانية بمجرد ضغط عليك علامة الزائد وتختار اللي هو الخدمة بحيث تكون قائمة بروحها تبيض يعني تردع العالم مثل ما تشوف قدامكم مني ريبلاي وريتويت وتقدر تختار مور تشوف شنو تسوي ريتويت ولا يعني الإضافات المعروفة في برنامج تويتر والفيسبوك كذلك تقدر تسوي كومنت وتسوي لايك وتشوف البروفايل من الشخص نفسه والمسنجر ما يحتاج معروف مجرد ضغط علي تعلم على الاسم تختار له تشات او مور مثل تفسه وشات يفتح معك صفحة خاصة حق التشات تكتب الكلام لتبيئة عادية الشخص ونحاذف التشات البرنامج انو ممتازين على السريع قلت لكم ياهم اللي هو نيوز فاير برنامج اللي هو يونو فادوك يفيدوك ان شاء الله مثل ما فادون ان شاء الله وفي امان الله